بالعاصمة تنزانية دار السلام وفي الملعب الدولي الاستاد بن يمين احتشد الافة يعني الحضرين في هذا الاستاد الدولي الضخم والكبير وملأوا جنبات الاستاد بالكامل من اجل حضور مصابقة افريقيا الكبرى للقرآن الكريم المشهد كان اكثر من رائع ولا قابل فعل رواجا على السوشيال ميديا وتحدث رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل اكثر من رائع عن اهل تنزانية واهل افريقيا وحبهم الشديد والجارف للقرآن الكريم دعونا نشاهد هذه الصور التي لدينا والتي توضح هذا الامر من مصابقة افريقيا الكبرى للقرآن الكريم انظروا لحجم هذه الحشود الغفيرة التي ملأت جنبات استاد بن يمين الدولي في العاصمة التنزانية دار السلام بحضور الرئيس التنزاني بحضور ايضا رئيس زنجبار رئيس الوزراء التنزاني حاضر رئيس زنجبار حاضر النيجر فازت بالمركز الاول في مصابقة افريقيا القرآن الكريم ثم بعد ذلك اتت السودان في المركز الثاني في محلة نيجيريا بالمركز الثالث دعونا ايضا نلقي نظرة على الصور التالية التي لدينا من موقع الحدث في استاد بن يمين الدولي بتنزانية كل تحية لاهل تنزانية على هذا الحب والشغف بالقرآن الكريم وبمصابقة القرآن الكريم قطعا هذا الامر يدلل على حب جميع المسلمين للقرآن وعلى احترام كبير للغاية لذلك توافد الالافة على هذا الملعب الدولي وهذا الاستاذ الضخم من اجل حضور هذه المصابقة هذه المصابقة تجرى في دورتها الحادية والعشرين لعام 2021 دعونا ايضا نلقي نظرة على الصورة التالية التي لدينا نعم تظهر تفاعل كبير من جانب الجماهير التنزانية وايضا البعثات الافريقية والجاليات الافريقية المتواجدة في تنزانيا بهذه المصابقة اشتركوا في القناة